لمزيد من التفاصيل والتحليل بينضم إلينا من رمالة دكتور مصطفى البرغوثي رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية دكتور مصطفى أرحب بك عبر منتصف النهار أهلا بكم تعياتي لك يعني كل مرة دكتور مصطفى بتوصف المفاوضات أو الجلوس على طاولة المفاوضات بأنها الفرصة الأخيرة هل بتعتقد أنها فعلا في هذه المرة أو في هذه المرحلة بعد عشرة أشهر دكتور مصطفى من الحرب هي الفرصة الأخيرة فعلا لإنهائها وإرساء السلام هي الفرصة الأخيرة لاستعادة أسرى إسرائيليين وهم أحياء أما إذا فوت نتنياهو هذه الفرصة اليوم كما يقوم فعليا ويعطل المفاوضات الجارية فلن يكون هناك ضماني بأن يبقى أي أسير من الأسرى الإسرائيليين حيا في ظل عمليات القصف الهمجية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية لقطاع غزة اليوم فعلا كان هناك فرصة للوصول الاتفاق والجانب الفلسطيني أبدأ مرونة كبيرة وقبل اقتراح بايدن ولكن بايدن ونتنياهو غيروا اقتراح نتنياهو بما في ذلك بايدن شارك في العملية بتغيير الاختراح الأمريكي وهذا شيء لا يمكن أن يكون مقبولا لا يمكن لأحد أن يقبل أن تعقد صفقة لوقف إطلاق نار مؤقت على أن يعود بعد ست أسابيع الجيش الاحتلال بشن الحرب على غزة ما هو الدافع الذي يمكن أن يجعل المقاومة تسلم الأسرى كي تنتظر الهجوم الجديد الذي سيأتي بعد ست أسابيع نتنياهو يقول بصريح العبارة أنه يريد أن يستأنف الحرب بعد انتهاء الصفقة إذن الفرق الأساسي هنا بين من يريد إنهاء الحرب وبين من يريد مجرد وقف إطلاق نار مؤقت للحصول على الأسرى الإسرائيلي النقطة الثانية تفضل استفيد قول إسرائيل أنها ستبقى في محور فلادلفيا وفي معبر رفع هذا أولا مخالف لما كان واردا في النص الذي قدمه بايدن وكان يقول أن الجيش الإسرائيلي سينسحب من كل المناطق المأهولة وثانيا أن يبقى الجيش الإسرائيلي في نتسريم يعني أنه لن يكون هناك حرية لعودة الناس إلى شمال غزة لذلك فيه تناقض بين المقترح الأمريكي الجديد والمقترح الأصلي الذي قدمه بايدن طيب يعني هذا التناقض أريد أن أعقب على هذا التناقض يعني ذكرت العديد من النقاط داني أحاولك دكتور مصطفى يعني هذا التناقض الذي ذكرته يجعل المقترح المعدل أكثر تعقيدا وبالتبعية بيلقي مزيد من الضغوط على حماس هل بتعتقد أنه سيلاقي ترحيب من الطرف الآخر؟ لا طبعا من حماس لن يقبل لن يقبل من حماس ولا أي طرف فلسطيني سيقبل به ولا المقاومة يمكن أن تقبل بأنه سلم الأسرة لإسرائيل وبعد ذلك ستستأنف إسرائيل الحرب وستبقي قواتها في معبر فلادلفيا وفي نتسريم وستواصل الاحتلال لغزة من المجنون الذي يمكن أن يقبل بهذا الكلام؟ نعم أعود بك لعدم القبول ما بين القبول وما بين الرفض يعني ذكرت بأن نتنياهو قام برفع سقف المتطلبات وبالتبعية هناك رفض من حماس هل ذلك سيعيدنا إلى المربع صفر أو صفرية المعادلة في هذه المفاوضات وتصاب بالفشل؟ لا سيعيدنا إلى أقل من صفر لأنه في عندك قوتين كبيرتين تنتظران نتائج المفاوضات إيران وحزب الله كلاهما امتنعا عن الرد على الجرائم التي اتكبتها إسرائيل بما في ذلك جريمة اغتيال المفاوض الرئيسي باسم حماس إسماعين هنية وقائد حركة حماس واغتيال فؤاد شكر كلا الطرفين أبدأ صبرا وتفخما وحكمة برأيه ولم يرد على إسرائيل وأعطوا فرصة لكي يكون ثقل ردهما إلى جانب المقاومة الفلسطينية في المفاوضات الجارية نقطة مهمة يعني لجم العالم والديبلوماسية من الأطراف الرد الإيراني على اغتيال هنية في حال عودة المفاوضة كما ذكرت إلى ما تحت الصفر هل ستبقى إيران صامتة ولن تأخذ الرد المقابل لا سترد ما نوع الرد؟ سترد وما نوع الرد بالنسبة لإيران؟ أنا لا أعرف طبعا ماذا سيرده ولكن أعرف أن نتنياهو سيسعده أن يرى المنطقة تنجر إلى حرب إقليمية وهذا هو أحد أهدافه الرئيسية لإفشال الصفقة الجارية حاليا نتنياهو يريد أن يرى المحيط كله في حرب إقليمية خدمة لمصالحه السياسية الخاصة لأنه يعرف أن نهاية الحرب تعني نهايته السياسية عدنا هذا الكلام مراران وأصبح واضح للجميع ولذلك هو يغامر بالمنطقة بأسرها وهنا الموقف الحقيقة بيد الولايات المتحدة إذا أرادت الولايات المتحدة أن تمنع حرب إقليمية وأن تمنع نتنياهو من سحبها إلى مواجهة مع إيران بنفسها فعليها أن تضغط عليه الآن ليلغي الشروط الإضافية التي قدمها زيارة بالصفقة الرئيسية المتوافق عليها من جميع الأطراف دكتور مصطفى يعني أمريكا هي اللعب الرئيسي وهي العقل المدبر والمحرك لهذه الحرب ونتنياهو المنفذ وطبعا بالتشاور فيما بينهما بلينكين في هذه الزيارة وهي الزيارة العاشرة التي تبدأ من إسرائيل هل بتعتقد بأنه جاء لتقريب وجهات النظر ولفعلا حسم هذه الاستجال أو النقاط الخلافية ما بين حماس وما بين إسرائيل أشك في ذلك تماما لأنه كل سلوك بلينكين ولا أدري إن كان بلينكين أصلا بيحكي لبايدن كل شيء بعمله ولكن أنا برأيي سلوك بلينكين كل مرة كان يأتي فيها كانت تتفاقم الأمور لذلك ربما كان وليام بينز أكثر إخلاصا يعني في محاولته الوصول إلى صفقة وإلى اتفاق ولكن حتى الآن لم نرى في أي زيارة من زيارات بلينكين تقدما نحو تفكيك الصراع الدائر أو وقف الحرب الجارية بالعكس كل مرة كان يعطي ثقلا ودعما إلى إسرائيل وقرار اللولايات المتحدة أن تزود إسرائيل بعشرين مليار دولار من الأسلحة الجديدة والقذائف والطائرات هذا يعني أن الولايات المتحدة قدمت لإسرائيل وباعتها بما يعادل خمسة وأربعين مليار دولار يعني إذا حسبتي هذا بالنسبة لعدد الشهداء الفلسطينيين الخمسين ألف كأن الولايات المتحدة تمنح إسرائيل مليون دولار من القذائف مقابل كل شهيد فلسطيني دكتور مصطفى دعني أتحدث عن تصريحات نتنياهو في المؤتمر وكان يخاطب ويغازل سموتريتش وبن جفير يمينه المتطرف أنه يقول بأنه هناك بعض النقاط التي سيكون فيها مرونة ونقاط أخرى لن يكون فيها مرونة ما هي النقاط التي يتحدث عنها في الحالتين نتنياهو؟ أهم نقطة لسموتريتش وبن جفير أن نتنياهو يتشارك معهما في أنه سيواصل الحرب حتى بعد الصفقة وهذا ما يريدانه يريدان استمرار الحرب وأيضا يتشارك معهم في إبقاء الجيش الاحتلال داخل قطاع غزة رغم معارضة الجيش الإسرائيلي نفسه وعلى كل حال هو يستطيع أن يفعل ذلك ولكن لن يغير مصار التاريخ ما هو كان الجيش الإسرائيلي موجود في غزة عندما كانت المقاومة أضعف مما هي عليه بعشر مرات أو مائة مرة واضطر شارون أن يسحب قواته من غزة ليش سحبها من غزة؟ وسحب المستوطنين معها لأن الجيش لا يتحمل خسائر طوال الوقت وهلأ بده يخلي الجيش في غزة؟ طيب سيتحمل خسائر هذه ليست نهاية الطريق بالنسبة لنضال الشعب الفلسطيني دكتور مصطفى البرغوثي رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية أشكرك شكرا جزيلا كنت معنا من رام الله